تقدمت النجمة شيرين عبدالوهاب ببلاغ للنائب العام ضد شخص اسمه محمد الشاعر واتهمته انه استولى على صفحتها الرسمية على سوشال ميديا وقناتها على يوتيوب بدون علمها او موافقتها مش بس كده وكمان اتهمته بنشر عدد من اعمالها الغنائية على المواقع دي والتربح منها بدون وجه حق جلت تفاصيل البلاغ اللي قدمه محمد نجمة شيرين عبدالوهاب للنيابة العامة ان المدعو محمد الشاعر استولى واستغل لجميع مواقعها الالكترونية ونشر الاغاني الخاصة بيها وانتحل قدام المتابعين والمشاهدين صفتها واوهمهم ان هي اللي بتنشر الاغاني دي وطبعا من غير ما يكون معاه اذن او تصريح منها انه يعمل التصرف ده على سبيل المثال نشر الشخص ده اغنية بحلفلك واغنية عم القماص بدون اذن مسبق من شيرين عبدالوهاب بخلاف انه تعاقد مع موقع سبوتيفايل لنشر الاغاني برضو من غير اذنها من الحاجات اللي استولى عليها كمان الشخص ده كانت الصفحات الرسمية لشيرين على فيسبوك واكس وانستجرام وتيك توك بجانب انه بقى مناها من نشر او تنزيل اغنياتها او الترويج لحفلاتها من خلال الصفحات والقنوات دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا